اهلا و سهلا و مرحبا بكم مرة اخرى فيديو جديد انتمنى هاد الفيديو تلقاكم على اخر و بخير و تكونوا كتصموه على اخر و بخير في هاد الفيديو هنشارك معكم كيمة العادة فطور اللي فيه فطور و كذلك عصير و هنشارك معكم تحلية للصحور دينا و في نفس الوقت هنشاركو العشاء سوف تكون خفيفة و سهلة في ظرف ديال نصف الصعام و ممكن انكم توجدو هاد شي كامل بلا تعب لأي مجهود كتير فكما العادة نخليكم على لوحة المقادير باش ديلوا لاسكرين و تحتفظوا بها و ندودوا نشوفوا الطريقة ما بعد لكن قبل من هاد شي ما تنسوش انكم تخليوا اللايك دا فيديو اذا عجبتكم و اديرو الشير و كذلك تشتركوا بها اذا كانت اول مرة كتزروها فخليك لكم فرجاء ممتعة فعلى بركتي الله اول حاجة نبدأ بالتحلية انا استعملت هنا نتس فليتر فقط انتم ما استعملوا على حسب عدد افراد الاسرة فريس فريتر نضع فيه كيس و نصف اذا استعملوا فيه ثلاثة ديال اكياس باش كي يجي عاقد و كي يجي قفض فراصو لذلك هذا الفلون غاد يقول انه ماشي فلون عادي وانه فلون ديال خارج و غير فلون ديال جابون العادي كندير معه ثلاثة ديال معلق او لجوج و نصف على حسب الحلوة اللي بغيته و غان نضيف رأس ديال ملعقة ديال القهوة سريعة الدوابن بالاسبالي انا استعملت لنا هذه القهوة حيث تكون مجهده حيث مره استعملت الكيميه صغيره ثم اذا كنت ساعدكم قهوة اللي كتعرفوا انها مزيانه فا ديفو ديروه تقريبا نسف ما توصلوش نسف بزاف فاش ماد يكونش مره بزاف غادي نوضع على العافية بحالي كنساب اللي كنساب اللي عادي حتى كي يغليل خاليط مع التحريك من حين لآخر ثم كنصبوه في الكووس ديالنا ممكن ديرو طبقة اخرى اللي غاد ديرو فيها القهوة مع كي زيال الفلوم علقة كذلك ديال الماي زينا را كجي زوينا غادي اندوزو دابلعشا اللي غادي نصيبوه بعجالا غادي نطحن او اللي غادي نقطع البصلة وكذلك القصبور ومعد نوس في مقلات انا كنت دا جاوضعت فيها الزيت وشوية ديال خرقوم شوية تحميرا شوية ديال عطرية ديال تجاج وشوية ديال بودرة ديال الثوم وغادي نضيف كذلك جوج ديال الأوراقة ولا ورقة ونصف ديال أوراقة الرند اولا ديال ورقة سيدنا موسى بالنسبة انتو مهنية را ممكن انكم ديروا الخضراء اذا بغيتوها لكن صراحة بها الطريقة را كتجي شي حاجة اللي را ما يمكنش كتجي معلكة كتجي بصوص ولكن بغير صلصة الطماطم يعني صوص بلا صلصة صلصة الباشعمال بالنسبة للأخوات اولا الوليدات اللي ما كيعجبهمش الباشعمال اولا الكريمة بحل وليداتي فهذه طريقة انكم تصيبوها لهم را ستعجبوهم بزاف غير هو ما تنسوش انكم ديروا بودرة ديال التوم هو اللي كيعطي داك الماداق ولا تكتروا من التومة فهي اللي كيعطي داك الماداق اللي كيكون مزيون زائد ورقة سيدنا موسى يعني انه مجوج مكوينت اللي كيكونوا ضروريين هادي نقلي هاد الدجاج هاد ما تنسوش انكم توضع الملحة لان انا صراحة كتنسيتها ممكن نديروا كنور اعواد الملحة في واحد المرميطة او الكاسرول غا نوضع فيه الماء يغلي ثم غا نوضع شوية ديال المليحة ونوضع الماكروني ديالتي الطيفة اي نوع ديال ماكرونية ممكن تستعملوه يعني ما كيكتشارش على النوع معين من بعد ما غايتقل الدجاج ديالي مع البصلة فهنا غادي نضيف ليه جوجمو مع الككبارين ديال الدقيق او لثلات ارنا درت هنا كمية كتيرة ف نضيف ليه جوجمو كافيين في نص كيلو ديال الماكرونية ونضيف المرق انا باش كان مرق بالماء اللي طابت فيه الماكروني فليهذا زيت شوية في المغرف باش يبال لكم انه هم الماء اللي كنسلق فيه الماكروني كندير فيه الماء بزيادة باش هكا يبقلي الماء اللي غايت طيب فيه والماء اللي غادي نمرق به راك نخلط حال هاكا راض غايا كينساجم وكينجي لاصوس معلكة هنا ماشي ديفول كمية ديال المفلول راحته يبدأ كي يتقل وثم كنخلطه الكل مع بعض غادي ندوجه ده بالفطور ديالنا جي حاجة اللي سهلة 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 بزاف انني كان اخد المسمن هذي صراحة كنخليها غير الوقيت اللي كان يكون انا مزيرة كان خلي الوقيت اللي كان يكون عندي فيها لاصال او لا كان يكون مشغول على مرة فمن كي تجي كتلقوا انسى بحاجة انكم تصيبوها هي هذي كان نفتح المسمن ديالي سواء بالطريقة العادية باش كيت تفتح او لا نفتحه بالميقاس بالنسبة الاخوات اللي عندهم مشكل في المسمن يعني ما كيجيهم ش مورق كنجيب البصلاء وفلفلاء خضراء كنكون انا قليتهم من قبل او لا كيكونوا شطوليك من حشوة سابقة ممكن ديروا الجاج ممكن كفتة ممكن اي حاجة كتقليوا البصلاء وفلفلاء مع شوية ديال ملحة وشوية ديال عطرية ثم كتوضعوها على لاصوس ديالتكم كجيبوا ولعلبة ديال الزيت او لا كيما قول صدرت جاجة او للكفتة اذا كنتو درت ورغ يكون مع الحشوة في الاول كننفرتو بحلاكة كنص ثم كنجيب القطع ديال الزيتون هادشي كيبقى اختيار يعني الحشوة دائما كتبقى على حسب الرغبة يعني ممكن تصيبوا الحشوة اللي بغيتو من بعد كنجيب هنا البيض انا كنت سلقت البيض را ممكن ديروا فخماج ممكن ديروا شوية ديالة داد فيما يعني كيبقى لكم الاختيار انا استعملت هنا يا غير الطون والزيت طون ديال الزيت عفور والزيتون والبيض محكوك وكذلك شوية ديال بصلاء وفلفلاء مقليين مع قصر مع الدماء سوف يوم شوية ديال العطرية غير قليلة ما تكثروش من العطرية باش ماجيش مجهده وكيما را عذا كنت لكم ممكن تصيبوا الكفتات ستتقليوها مع البصلاء والفلفلاء وتعمرو بيحت هيرا كتجي ازوينه من بعد بغنوضع البيض المسلوق ديالي غادي نسد هاد المسمن يعني غا نردو يعني مش را غنصدوه بدقيق او لبجي حاجة اخرى وغادي نبدأ كلوي باش هديك التنية تكون لداخل وتنية الاخرار هي اللي غا تكون لتحت كيب ما كتلاحظو يعني طريقة سوف نوضعها في واحد سينية وحتى قرب المغربي الدم غا ندخلها غير تتحمر شي شوية غير تسخد ونخرجها نقطعها ونقدمها را ممكن ديرو عليها الفخوماج من الفقرة كتجي ازوينه هاد العصير كي يجي رائع تواحد ما قد تعرف انكم صيبتو في القرعة كي يجي زوين غير هو ما تكثروش القرعة باش مجهده انا هنا كتشوفوا قدرت كمية كثيرة لاني زتلمى في الاخر امانتوما فصراحة ديرو كمية صغيرة واحد القرعة تكون صغيرة ورافقت هنضيف لها الحمض كيمة ك حمضة ناحية لديك القشرة البيضة يعني كتعطي المرورة وغنوضع كمية السكر اللي بغيته انا هنا يا بنتي يحفظها ربي كانت كتها هي اللي عورتني زعمة وهذا بين قوسين الاخوات بغيتكم تتعطيوا شي تعاليق اللي تكون زوي ونالبنتي بانا هي اللي كاتقاد طبلا منهار دخل رمدان هي اللي كاتقاد طبلا ديالت رمدان من بعد ما غنطحن المكونات غنضيف هنا هذا السيرو ديال نعناع انا عندي هنا يا بدون سكر فلي هادا استعملت السكر انتوما انتبهوا الكيمية ديال السكر اللي غتوضعوها اذا استعملتوا اللي كيتبع في المغري فرا كيكون حلو بززف انا كنضير تقريبا من نصف كأس الى كأس على حسب العدد الكمية اللي اوضعتوها وغنطحن مزيان مزيان حتى ينساجموا المكونات ونقدموهم بصحة وراحة طبيرتنا ديالت اليوم هي هادي وما تنسوش انكم تخلوكم موضع البنتي وتقولوا لها كيف جاتكم الطبيلة راهية اللي كتصيب دائما طبلا اللي انا كنصور لكم وهي اللي كتكون شدة معي الرينج لايت باش نصور لكم نتمنى انكم تخلو تعليقات زيونة باش تشجعوها كذلك حتى هي فتكون تاخد المهمة ديال ماماها في التصوير ان شاء الله شي حاجة اللي زوينة وبسيطة حاولت اني نشارك معكم طويلة بلاد بخيستيج بلاد تشي حاجة يعني اللي كيكون موجود كان حضروه ماشي دائما يكون معمر ماشي دائما تكون شي حاجة اللي هي كلاس بزف فضروري كان نرجعو شوية التقليدي او شوية حاجة العادية البلدية كان نرجعو شوية ناخدو شي حاجة خفيفة ما فيها بس ما تنسوني شمالي لايك ديالكم وإلى اللقاء في ملتقى آخر ان شاء الله